موسيقى تمام كده السلام عليكم اكيد انتم متحمسين و متخنين الفيديو لان حقيقي موبايلات شاومي اللي بتنزل في فترة اخيرة محمسة جدا وعايز اقول لكم ان الموبايل اللي معانا النهاردة اللي هو البوكو F3 GT النسخة الجديدة من اكتر الموبايلات اللي هكون موبايلة لكم وخصوصا لو انت جيمر تقيل او واحد بتفحط الموبايل بتاعك قبل ما نتعمق بقى ونتكلم عن الموبايل وعايز اقول لك اندمج فيديو انتبعات انا جربت الموبايل واستخدمته في فيديو ده هقول لك المميزات والعيوب والتضحيات والسعر المرتقب او اللي احنا ممكن نلاقي فيه الموبايل ده فقبل نبدأ الفيديو بتاعنا انسي تحت الفيديو وعمل لك الفيديو ده اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس وطولتش عليك في المقدمة هو روح علي روح عليك ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا وقبل ما نتعمق في الكلام دي معلومة صغيرة عن سبونسر فيديو دنهاردة وهو دكتور فون باسورد مانجر فور ايو اس لو انت واحد من الناس بتعمل باسورد كتير جدر او كلمات سر كتيرة ومحتاج من وقت التاني ان انت تفتكر الكلمات دي وبتنساها فالأبليكيشن بتاع النهاردة او طبية النهاردة اللي هو دكتور فون باسورد مانجر ايو اس هيساعدك في ان انت تحتفظ بنسخة من كل الارقام السرية او الارقام المهمة اللي موجودة على الموبايل بتاعك فتقدر من خلاله انك تعمل او ان ان انت تباكب او ان انت تحتفظ برقم الابل اي دي بتاعك عشان لو نسيت الاي كلاود باسورد وتقدر ان انت تحفظ الاكاونتات او بالباسورد بتاعتها بتاعت الميل وكمان الكروتي الايتامانية بتاعتك وتقدر كمان تعملهم ريستور في اي وقت انت بحتاجهم فيه والطريقة بسيطة جدا اول حاجة انك هتحمل التطبيق من اللينك الموجود في الديسكريبشن وهتوصل الايفون بتاعك او موبايلك على الكمبيوتر بتاعك او الماك بتاعك وبس كده هتلاقي كل حاجة بقيت ظهرة قدامك على الشاشة هتلاقي تفاصيل اكتر في الانك الموجود في الديسكريبشن تحت الفيديو ويلا وبينا نرجع للفيديو بتاعنا حد هيجي قولي في الكوميس دلوقتي انت نصابي هورك انت او جربتش الموبايل وما شوفناكش جربت الموبايل ولا نزلت لنا السوريز ولا اي حاجة او جربه حايز اقولك ان البوكو F3 GT وركز اوي على كلمة GT ده هو نفسه الكي فورتي جيمينج من شركة شاومي اللي مجربينه بقالنا شهرين ثلاثة واللي شاومي اعادت اطلاقه بشكل عالمي باسم البوكو F3 GT الموبايل جربناه وعملنا تجربة اداء جمدة جدا وجربنا عليه علعاب لفترات طويلة ومسكنا الموبايل بالبلة دي عصرناه والموبايل جربته شوية وحاليا انا بشركك بقى الخلاصة المفيد مش انا بقولك انا بجرب الموبايلات وبدلك الخلاصة قبل الحجز حتى ما يبدأ ركز معايف كل كلمة هقولها لك واول حاجة هي التصميم الموبايل ده موجه اول للجيمرز وبالتالة تلاقي ديزاين بتاعه مختلف طبعا ضهر الموبايل من الازاز الوجهة الامامين من الازاز ودهروا من القدام محمل كورن جوليلا جلاس 5 والموبايل بيقدم الملمس بريميوم جدا وعندك من فوق هتلاقي التريجرز بتاعت الموبايل اللي بتديلك الحق صالخ ان الموبايل للجيمرز وبيديلك تجربة الجيمينج ممتعة جدا ولو عايز شوف التجربة الكاملة بتاعت الجيمينج بقى وازاي تلعب بالتريجرز والكلام ده كله هتلاقيها في فيديو منفصل ولكن هتديلك نابزة صغيرة عنها في الفيديو بتاع النهار نرجع تاني للموبايل فبالمختصر الموبايل بيديلك لمسة بريميوم جدا ومسكة محترمة ومسكة متينة كده تحسش الموبايل رخيص واي كلام كده لا شاومي فعلا تصرفها على الموبايل ده من حيث الخيامات والتصميم والوجهة الامامين هنا بتيجي باستحواز ممتاز جدا والتصميم روش وأبعاد واستحواز جبار قوي وبتيجي من نوع املد وبتيجي بريفر شيد 120 هرتز مع دعم الـ HDR10 بلس وبتقدر تعرض لك ألوان لحد 1 مليار لون وده معناه تاخد أحسن دقة وأقوى كفاءة من حيث الألوان اللي شادها تدع لك بلدفها دستوع محترم من الشاشة الاملد ودي حاجات كده من الحاجات المبهرة الموجودة في البوكو F3 GT هحاولينا ما تلغبطش في الأسامل إن شاومي كل يوم بتطلع موبايلين بنفس إن عندنا البوكو X3 GT تتكلمنا عنه في الفيديو اللي هتلاقيه من الآية لفوق وعندك دلوقتي البوكو F3 GT هيجي لي واحد دلوقتي يقول لي أنا فرق معي الأداء قوي وانا مش جامر أنا مش واحد جايب الموبايل لألعب عليه وفحاته ألعب أنا واحد استخدامي طبيعي خلاص ألعب عن الموبايل شوية ولا فرق معي تريجرز ولا غيره عادي بتاقيفل التريجرز بتاعتك عادي خلص وأكيد الموبايل مفوش تريجرز أساسا والموبايل حتى مع عدم استخدامه اللي هو موبايل للجيمينج فعلا يستحق والتصويم بتاعه خرافي جدا وشكله ريوش أو تحس أنك ده عامل تجميع بي سي كده على الديق هو ده البوكو F3 GT نروح بقى الأكتر حاجة النس بتتسنعها في موبايلات شاومي وهي تجربة الأداء الموبايل هنا جايب فيه الفلاكشب بتاع شركة ميديتيك المعالج الرائد أو أقوى معالج بيقدم تجربة أداء من ميديتيك وهو الديمينيستي 1200 5G المعالج ده قوي جدا بيقدم تجربة استثنائية ومع التجربة الوقت طويل المعالج بيجي بدقة تصنيع الخامسة لانوميتر فالسخنات بتاعته ما كانتش المنتظرة من معالج من ميديتيك لا بقيتك تغلبت عن موضوع تماما خب بالك إن الخامسة لانوميتر فرقين جدا في جزئية الخرارة وفرقين جدا في استهلاك الطاقة في الموبايل ده فمع تجربة الاستخدام اليومي والتصفح والتنقل ما بين البرامج والسوشيال ميديا والمكلمات والكلام ده كله ومع الألعاب التقيلة بشكل يعني تقيل قوي الموبايل فعلا يستحق اللي هنقول عليه وبالنسبة لجزئية السخنية فمع الاستخدام بتاعه يعني في الوقت الحالي أي موبايل بيسخن يعني في الجو اللي بتمر بيه مصر هو الجو اللي بتمر بيه لعالم كله أي موبايل ما بيسخنش هيسخن لجمال عيون الجو يعني دي مش نقطة حكم قوي ولكن في الجو الطبيعي وانت في البيت اندور الكلام ده كله لا الموبايل مش هيدرب معاك حرارة قوي وده عن تجربة من الحاجات التي تفرق معاك جدا في تجربة استخدامك الموبايل والسرعة بتاعته وهي الزاكرة قبل بيجي بنوع زاكرة UF-A 3.1 السريعة ونفرق معاك جدا في السرعة بتاعت الموبايل يتقبل منك المهم اللي انت بتدهاله وكمان يعني في حاجة كان نفسي تحصله وما حصلتش كان نفسي ان الكي فورتي جيمنج ييجي ك كي فورتي جيمنج من شاومي ما يجيش البوكو F3 جي تي عشان السوفتوير بتاع بوكو بيعقد بالتجربة الصح체 يعني انا جربت البوكو F3 موبايل جامد جدا موبايل جبار ولكن تحس ان الصوفتوير بتاع بوكو كده الساب برإنت بتاع شاومي بياخد حاجة من التجربة بينزع منك كلا حاجة تحس ان في حاجة ناقصة دا دايما دا على طول ودايما بال اليوم بيكون اقل استقرارا من سوفت وير بتاع شاومي في عائلة المي فهتلاقي ان المي تنتي مثلا سوفت وير بتاعه مستقرر اكتر بيقدم ثلاثة اعلى من سوفت وير البوكو سواء في اللانش الرئيسي او في التنقل في الاستخدام فاتمنى يعني اتمنى ان شاومي تضبط سوفت وير البوكو لان خلاص احنا لبسنا الموضوع لان الموبايل بشكل عالمي اسمه بوكو فاختصرنا جزئية الاداء عشان انت دهت معي اكيد فالموبايل مش يأثر معي خلص جزئية الاداء وننقل بقى على جزئية الكاميرات الموبايل هو هو نفس الكي فورتي جيمين بيه بثلاث كاميرات في الجاية الخلفية وده السيناريو الجديد اللي شاومي عاملها والحمد لله على كده وتمنى هم يبقوا كاميرتين احسن من ثلاثة والثالثة ملاش لازمة وبيه بكاميرا احادية امامية الكاميرات الخلفية بتيجي بدقة 64 ميجا بيكسل للكاميرا الاساسية وتمانية ميجا بيكسل للكاميرا ألترا وايد واثنين ميجا بيكسل لتصوير المايكرو والكاميرا الخلفية السيطرة تصور لحد 4K في الفيديو فهتقدمنا تجربة تصوير فيديو وتجربة تصوير عامة مقبولة جدا مقابل اللموبايل اصلا موجه للجيميرز فتركيزه الاساسي على جزئية الاداء والالعاب ولكن ما زال بيقدر غرض في جزئية الكاميرات بالنسبة لبطارينا فهي بطارية استثنائية ولا غبار عليها البطارية بتيجي بسعة 5065 ميلي امبير بتيجي بشحن سريع 67 واط وده اللي شفناه في البوكو اكس سري جي تي برضو شاومي في الموبايلات الجي تي تي تقريبا كلها في عيدة الجي تي هتقدم لنا شواحن يعني خرافية وسريع جدا اي نعم فيه شواحن 100 واط والكلام ده كله لكن هبنتكلم في فقه السريع المتوسطة او الفقه المتوسطة العليا بالنسبة لبقية التوليفة اللي شاومي بتقدمها لك فعندك بقى السماعة السيريو والاي ار الكلام ده كله موجود عندك هنا في الموبايل منفذ الـ USB Type-C الكلام ده كله هتلاقي هنا في الموبايل وبالنسبة لسنسور المكالمات فشاومي مازالت محتفظة بنفس سنسور المكالمات او بنفس تجربة المكالمات بنفس المشاكل اللي موجودة اللي محتاجة تصبيت صوفت وير مش اكتر من شاومي فهتقابلك نفس المشكلة في كل موبايلات شاومي بلا استثناء حتى الغالي منها فدي حاجة تبقى عارفة عشان ما حدش بس يقعد يسأل كل شوية في مراجعة موبايل شاومي لما يزبطوه هقولكم هم مزبطوه نما غير كده تبقى نفس تجربة المكالمات ان فيه تهييز بعض الوقت في السنسور ولكن مش طول الوقت فدي تقريبا كل حاجة عن الموبايل قبل ما يتعلن عنه بشكل داس من في السوق المصري قبل ما ينزل قبل ما تسعير بتاعه بينزل او بنسبة لجزئة التسعير هكنا منتظرين تسعير كويس في البوكو X3 GT يعني ده اللي ينزل النهاردة او مبارح على حسب وقت الفيديو ده ما ينزل والموبايل نزل بتسعير 6000 جنيه للنسخة الاقل مقابل سياره بره اللي كان اقل لحوالي 1500 جنيه فبالنسبة للF3 GT على ما اظن هيكون اغلى من F3 العادي بحوالي 1000 جنيه ممكن فممكن ايه بفئة مثلا 7000 وشوية ممكن ايه بفئة 6000 وشوية وشاومي تبهرنا على عادتها فأتمنى الانبهار ده يحصل ولكن هم مش هخبطوا في نفسهم فأكيد ممكن ننزل بفئة 7000 وشوية لو نزل السوء المصر بشكل رسمي ولكن انتم متحمسين جدا الموبايل وانا متحمس واتمنى ان الموبايل ينزل بشكل رسمي في السوء المصر بس ذكرت كل حاجة عن الموبايل تقريبا وعايزين التجربة الكاملة وتجربة الالعاب المطولة جدا هتلاقوا اللينك اظهر لكم من قائل الفوق هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن وعندوك اي اسئلة لو ستركتبه في كوني من تحت الفيديو وتاني بكرر ان ال F3 GT هو الكي فورتي جيمينج بدون اي اختلافات فيه اختلاف بس ان مكتوب في المواصفات ان ال F3 GT ما بيدعمش ال NFC على عكس الكي فورتي جيمينج اتمنى ان يكون الموضوع ده غلط ومالتجربة الفعلية هنتأكد من الموضوع ده واخلال الفترة الجاية حاول اتأكد من الموضوع وابلغكم به على الانستجرام او في فيديو على يوتيوب مع الفيديوز اللي جاي وطبعا انا لسه اشتركوا في عملكم تحت الفيديو وعملوا سبسكرايب وفعلوا في زر الجرس او لديكم اي ازيل السورة تباو في كومين تحت الفيديو كان معكم عبدالرحمن الهواري شوفكم الفيديو الجاي مع السلامة